السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم عاملين ايه? يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة عامل معاكم الجنباري المسلوق بطريقة سهلة جدا. فاش اي حاجة خالص وكمان طعمها ورحتها تحفاه. هو الجنباري اصلا مش محتاج. من غير اي حاجة ببقى طعمه جميل على اي طريقة تعمليها. انا طبعا قاسل الجنباري كويس ونقع في مياه وخلي شوية. يعني ما نقعتوش كتير. يضب سقطت وكده وطلعتو على طول ويفضل كمان بدل خلي تعصوري لمون في المية. احسن نخلي كمان. تمام? عشان خلي ممكن يهري الحاجة. تمام? هعمله في مياه ولمون وهصفيه كويس من الاي سوايل فيه خالص. آآ وطبعا بينزل الرمل اللي فيه في المية. تمام? هاخده بقى في حل عندي كده. وهيبقى عندي بصل وطماطم وفلفل رومي. حابة تضيفي فلفل حامي براحتك. بس علشان لو هتشرب الشربة بتاعته بلاش تضيفي فلفل حامي عشان متبقاش حامي قوي. تمام? لانك بتضيفي فلفل اصمر طبعا فبيخلي طعمه حامي شوي. فزي ما اتفقنا الجنبري عندي. والجنبري طبعا انواع في سويسي وفي اللواء الازاز الرمادي ده. وفي اللي هو اصلا بيبقى لونه اورنج كده وهو ناي. بس طبعا اللون الرمادي ده بيبقى احلى. تمام? انا غسلته وصفته زي ما نشايفين. هجيب الحل اللي هعمله فيها بقى. وفضي فيها كده. وعندي بصلايا كبيرة مقطعها مكعبات. وعندي طماطماية مقطعها برضو مكعبات. وفلفلية رومي مقطعها مكعبات. تمام? وقلت لو حاب تضيفي فلفل حامي براحتك. ممكن تضيفي فسطين توم كمان. هضيف التوابل بتاعتي عندي ملح. بس مكتريش او في الملح لانه هو كده آآ بطبيعته ببقى فيه طعم البحر اصلا. هضيفي ملح وهضيفي كمان كمون. حوالي معلقة كده صغيرة مديانة كمون. وكمان نص معلقة صغيرة من الفلفل الاصمر. مكتريش الفلفل اوي. علش ما تبقاش حامية منك اوي. تمام? يعني كمون دايما اكتر من الفلفل شوية. وهقلب بقى كل التوابل دي في بعضها كده. همسك الحلة وفضل اقلب كده. وهسبها في التدبيلة دي حوالي ساعة ساعتين زي ما تحب بيه اللي جاية ما تيجي تسويها. يعني سويها قبل ما تيجي تكليها على طول. علشان ما تسخنيهوش تاني والقشرة بتاعته تبقى لزقة فيه ومش حلوة. فانت سويه وما بياخدش على النار ربع ساعة. بيكون مستوي. تمام? ما بيجيبش عندك في السوا. بدأت ولعت عليه نار وضفتول حوالي نص كباية بس من المية. هو كده كده بينزل سويل. هبدأ قلب كل شوية كده بالحلة. مش ناهمة على اول حاجة. لقيت ملونه كله ويبقى اورنج كده. ورحته مش قادر اقول لكم قلبة البيت. هو ما بيجيبش على النار. وخلاص استوى معي. ما تقعدوش كتير عشان ما يشدش منك قوي. والقشرة بتاعته تلزق. اتمنى الوصفة تكون عجبتكوا تجربوها ان شاء الله. واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد. كنت معاكوش اشتركوا في القناة